بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم صدق الله العظيم جاء هذا الدعاء المبارك في سورة الحشر في سياق السناء على المهاجرين وعلى فضل المهاجرين والأنصار المهاجرين اللي هم هاجروا تركوا مكة المكرمة بسبب الاضطهاد الديني من قبل قريش وتركوا متاعهم وملهم وكل شيء وانتقلوا إلى المدينة والأنصار اللي تلقوا المهاجرين بكل ترحاب وبكل كرم السياق في سورة الحشر يتكلم عن فضل الأنصار والمهاجرين وبعد ما وصف الحق تبارك وتعالى المهاجرين أهل مكة اللي تركوا مكة من أجل الحفاظ على دينهم إلى المدينة المنورة وصفهم بالصدق في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم شوف الآية بتوضح أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بالصدق تركوا متاع الدنيا كله ابتغاء فضل الله تعالى فكانوا أصحاب صدق في إيمانها وصف السياق وصف الأنصار بالإيثار الواحد ما يبقى شغل عنده منزل واحد طعام واحد شيء واحد يمتلكه ويفضل اللي قدامه على نفسه فوصف الأنصار بالإيثار لما صنعوا وما قدموا في خدمة الدعوة وإن دا من أسباب فلاحهم في قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون فلما أن انتهى الكلام في سيخ صورة الحشر يعني من الثناء على المهاجرين والأنصار أصحاب السبق طبعا في الإيمان والإيثار ذكر الحق تبارك وتعالى ما ينبغي أن يقوله من جاء من بعده ليه؟ الحق بيوجه لكده لأن دول أصحاب السبق في الإيمان هم اللي تعبدوا تركوا أموالهم وتركوا أشياءهم وديارهم وتجارتهم وهاجروا من مكة بلدهم إلى المدينة وكمان الأنصار اللي رحبوا بالمهاجرين وآثروهم على أنفسهم وقفوا مع بعض للحفاظ على الإيمان والإسلام دوليهم فضل على كل المسلمين إلى يوم القيامة والذين جاءوا من بعدهم شوف ربنا بقى بيوجهنا لأصحاب الفضل دينا بيعلمنا الوفاء وإن الأمة دي أولها وأخرها كلنا مترابطين متراحمين والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد هجرة المهاجرين الأولين ومن بعد قوة إيمان الأنصار أهل الفلاح وهم اللي جون بعدهم بقى التابعون والتابعون ليهم بإحسان إلى يوم القيامة كل الأجيال اللي جاءت بعد المهاجرين والأنصار وقيل إن والذين جاءوا من بعدهم مقصود بيها اللي هاجروا بعدما قوية الإسلام اللي هي القبائل اللي بعدما قوية شوكة الإسلام بدأوا يدخلوا بقى في الإسلام لكن الحقيقة الظاهر من سياق الآيات إن الآية بتستوعب كل ده بتشمل من جاء بعد السابقين من الصحابة المتأخر إسلامهم في عصر النبوة ومن تبعهم من المسلمين بعد عصر النبوة إلى يوم القيامة لأنه بيصدق على الكل إنهم جاءوا بعد جيل المهاجرين الأولين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذه الجملة في الآية الكريمة هي جاء في مقام المتح لهذا الجيل السابق اللي ليقص بالسبق في التضحية من أجل الإيمان والإسلام الجملة جاء في مقام المتح لهذا الجيل الذي دول الجيل السابق والجيل اللي حييجي بين بعدهم اللي حيأتي بعد المهاجرين والأنصار واللي حينطبق عليهم هذا الوصف لمحبة التابعين ومن خلفهم بإحسان إلى يوم الدين لمن تقدم من المؤمنين ومراعاتهم حقوق الأخوة في الدين والسبق بالإيمان لأن سبق المهاجرين والأنصار بالإيمان وتحملهم كل المصاعب والمتاعب من أجله من أجله أبقاه لمن جاء من بعدهم فمن يتذكر أصحاب الفضل بالفضل يمدحه الله سبحانه وتعالى ويوجهه إن الدول الفضل علينا فلابد أن يكون الدعاء موصول لهؤلاء وده من سمات أهل الإيمان فهم يدعون أهل الإيمان لهؤلاء لأصحاب الفضل علينا السابقين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كل جيل يدعي للأبله بداية من المهاجرين والأنصار وعقب ذلك لمن خلفهم تباعا إلى يوم الدين يقولوا إيه ربنا يعلمهم يقولوا ربنا اغفر لنا وابتدأ الدعاء بأن الإنسان يسأل المغفرة لنفسه الأول يعني اغفر لنا ما وقع منا من تفريط وتغفر يعني تستر فاستره يا ربنا ربنا اغفر لنا ولي إخواننا الذين سبقونا بالإيمان يعني وصفوهم بأنهم سبقوهم بالإيمان ده السياق ده أو الجملة دي تؤدي معنى الاعتراف بالفضل وبالجهد اللي أموا بيه ومن اللطائف ومن جواهر المعاني في دعائهم أنهم قدموا أنفسهم في طلب المغفرة لما في ذلك؟ من إن العبد الذي يدعو لغيره لابد أن يكون مغفر له أولاً فإن ذلك يكون أرجى في استجابة دعائه لنفسه ولغيره من بعد ذلك وده من أداب الدعاء وإحنا قلناه قبل كده في بداية حلقات هذا العام في رمضان إنه من أداب الدعاء أن يبدأ الإنسان بالدعاء لنفسه ثم بعد ذلك يبدأ بالدعاء لمن يريد تبقى مغفور الذنب عشان دعائك يكون أرجى في القبول عند الله وأيضاً لكون تقديم النفس لأن أقرب النفوس للإنسان لكل واحد منه نفسه أقرب النفوس إليه نفسه فيبدأ بالاستغفار ويقره وأنا أقر الأول إننا أريد المغفرة من المولى وستر الذنوب والخطايا إقراراً بالذنب بين يدي الجليل فالأحسن للعبد أن يرى أولاً ذنب نفسه وتقصير النفس من قبل أن يراها في غير فحتى المولى سبحانه وتعالى يعلم أهل الإيمان والإسلام الأدب حتى في صياغة الدعاء والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا فيبدأ الإنسان بطلب المغفرة لنفسه أولاً وبعدين ربنا اغفر لنا وبعد كده يبدأ في الدعاء بمن سبقه بالإيمان كما إن من جواهر المعاني زي ما قلنا هذا الدعاء إنك تقديم الغير في مثل هذا المقام فيه سوء أدب وسوء ظن يعني ما تقولش يا رب اغفر لمن سبقونا بالإيمان وبعد كده نفسك لا من باب الوفاء وكمال الأدب أن تبدأ بنفسك ثم بغيرك لإن ده سوء أدب وسوء ظن في حق الغير لذا قدموا أنفسهم في طلب المغفرة ونحن كذلك نقتدي بهم في الدعاء بالمغفرة لأنفسنا ولغيرنا استجابة لأمر ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ثم قام هؤلاء المؤمنون المفلحون بالدعاء لأنفسهم قائلين ولا تجعل في قلوبنا غلا يعني يا رب نقح القلوب طهرها من الحقد نقيها من البغض باعد بينها وبين حسد الناس فطلبوا من الله سبحانه وتعالى أنه ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاق يعني ده دعاء لمن سبق وللموجود معه وكل شيء يبقى طلبوا من الله سبحانه وتعالى تطهير القلوب على الإطلاق من الغل والحسد والحقد وبيدخل في ده الصحابة الكرام دخولا أوليا المهاجرين والأنصار لكونهم أشرف المؤمنين ولكون الصياق القرآن في سورة الحش فيهم ونحو هذه الآية في المعنى قول المولى سبحانه وتعالى في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ثم جاء ختام هذا الدعاء المبارك بقوله تعالى على لسان أولئك المخلصين من المؤمنين وهو توجيه وتربية وتعليم ربنا إنك رؤوف الرحيم يا رب ربنا إنك عظيم الرأفة بعبادك كثير الرحمة لهم فمن كان عظيم الرأفة بعباده كثير الرحمة لهم حقيق بأن يجيب دعاء الداعي فأجب دعاءنا إلهنا ويا مالك أمرنا فتوسلوا إلى الله تعالى باسمين كريمين دالين على كمال رحمته كمال رحمة الله تعالى يا ربنا ما دعوناك بهذا السؤال والدعاء إلا لأنك رؤوف الرحيم فسبحانه الرأوف الرحيم جدير بأن يستجيب الدعاء ولا يخيب الرجاء فكان في توسل بأسماء الله الحسنة اللي إحنا أمرنا إن إحنا لما ندعو الله سبحانه وتعالى ندعوه بها قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم جمعت هذه الدعوات المباركات بانسلامة القلب وسلامة الألسن سلامة الألسن أنت بتدعو لمن سبقك وتعترف بالفضل لهم لأنهم لو لا صمدهم ولول ما بذلوه في سبيل الله بالأنفس والأموال وكل شيء ولولا هجرتهم لديارهم وتركهم لأموالهم وأهليهم وهجرتهم إلى المدينة وكذلك أهل المدينة اللي استوعبوا الأعداد دي وآثروهم على أنفسهم في طعامهم وشرابهم ودورهم ودول اللي ثبتوا وخاضوا ما خاضوه من حرب ضروس ضد الشرك وأهله لابد أن نعترف لهؤلاء بالفضل ومن الوفاء أن ندعو له فهنا سلامة الألسن وكذلك سلامة القلوب فدعوا اغفر لنا والأخوانين الذين سواقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فطلبوا طهارة القلوب فهنا سلامة الألسن وسلامة القلوب فليس في قلوب داعين بها أي ضغينة ولا وقيعة ولا استنقص لحد بيألل من قدر إنسان زي ما الناس بالسهل كده تغلط في بعض وعلى السوشيال ميديا ده يحتقر داودي تحتقر دي والناس بتاخد من بعض مادة للسخرية ما هكذا يكون أهل الإيمان أبدا شوف ربنا بيعلمنا ندعي لأصحاب الفضل علينا وكذلك فيما بيننا في المجتمع الإيماني والإنسان الذي نحيا فيه ما إذا كنا نحن المجتمع المؤمن لا يحقر بعضه بعضا ولا يستنقص لأحد بالذكر في اللسان فيغض من قدر إنسان تاني أو يستخف به أو يسخر به أو إنه يستهزئ به أو يجعله مدى للكوميديا كل دي أشياء ليست من أخلاق أهل الإيمان أبدا مطلقا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا المعنى هنا كل الأمراض القلبية السيئة يسألون الله تعالى طهارة القلب منها ولا يخفى إن في الإكثار من هذه الدعوة العظيمة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هذه الدعوة العظيمة فيها خيرات كتيرة للداعين بها في الدنيا والآخرة وإحنا في شهر الدعاء إحنا في شهر الطلب هذه الدعوات فيها خيرات عظيمة لما فيها من الاستجابة لأمر الله تعالى إن ربنا بيوجهنا ندعو بهذا الدعاء ولما فيها الدعاء ده في خير عظيم لما فيه من كسرة الحسنات التي لا تعد ولا تحصى للداعي بها كما سنرى وإن الدعاء بهذه الدعوات الطيبات يصمر في قلب الإنسان المؤمن حب المؤمنين وحب الناس أجمعين وحب الخير للمؤمنين وللناس أجمعين والبعد عن الكراهية والبغض والحسد والغل فتطهر بذلك القلوب وده من أعظم مقاصد الدين ومن فوائد هذا الدعاء بشارة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لمن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويدعو لهم اللي بيدعي للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لهم كما ورد عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن من حديث عبادة بن السامت حيث قال عليه الصلاة والسلام من استغفر للمؤمنين والمؤمنات يعني ليدعو الله مغفر للمؤمنين والمؤمنات دو معنى استغفر يعني طلب المغفرة من قال صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم